بهدف احتواء الازمة الانسانية ومعالجة الوضع الاجتماعي لبعض السكان الاحياء المتضررة كحي فرشة ووالية وتكرة الذين غادروا منازلهم بسبب الفيضانات وارتفاء منصوب مياه نحري شاري ولوغون مما ادى الى ازمة انسانية حقيقية وترك الكثيرين منازلهم بسبب تسرب المياه داخل بيوتهم ولجوا الى المخيمات في المواقع والاحياء المذكورة انفا ويبلغ تعداد هؤلاء اكثر من 3000 متضرر ففي بداية المناسبة تداخل الوزير الامين الان برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي ديبي داعيا المعنيين على اخذ كل التدابير لمعالجة هذه الحالة واشار الى ان الحكومة قد سخرت حتى الان ما قيمتها 164 مليون ريال لصالح هؤلاء المتضررين فيما تداخل كل من وزير الصحة العامة عبدالله صابر فضل ووزيرة المياه الحضرية والريفية تحاني محمد حسن وحاكم ولاية انجمينة ادن فورتي امدو وعمدة بلدية انجمينة امر بكر كل قد اكد بدوره ان الاوضاع تحت السيطرة من حيث عداد الترتيبات الامنية وبناء هواجزة ترابية وتوفير الخيام لأولئك الذين تركوا منازلهم واصبحوا بلا معوة كنتي لاية انجمينة امدوه في جهاتين جهات واحدة ان يوقف العلمي ما يمشي قدام وجهاتاني كماني جهو مساعدة ان الهكومة لناصة العلمي بيتوم جا حربا يعود الانشيطات والحمد لله عمدة بلدية انجمينا فقد اكد من جهته ان الوضع لا يشكل خطرا بعد الان ذلك ان البلدية قامت بالواجب اتجاه هؤلاء المتضررين من سكان الاحياء وحماية المغابر وحماية المتضررين من سكان الاحياء وحماية المتضررين من سكان الاحياء وللتذكير فان الفيضانات التي اتاهت بعض احياء انجمينا سببها ارتفاع منصوب المياه المتدفق من المناطق الجنوبية لتأخذ طريقها لتصب في مياه بحيرة شاد ده اشتركوا في القناة